بعد وصول مواد غذائية من وزارة الهجرة والمهجرين مخصصة للنازحين في مخيمات الحبانية والخالدية تم توزيع قسم منها على أكثر من 800 عائلة في تلك المخيمات وبعد حالات تسمم حصلت بين الأهالي تبين أن أغلب المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك البشري بحسب الحكومة المحلية حيث تم استعادة تلك المواد وجمعها من الأهالي وحجزها في المخازن المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المنفذة أعداد العوائل التي تم توزيع عليها 850 عائلة في مخيم خالدية الصمون الآن المواد محجوزة في أحد المخازن في المخيم المواد تم إيقاف توزيعها ولم يتم استخدام المواد لحين ورود الفحص النهاي النازحون في المخيمات يعربوا عن امتعاضهم لما أصابهم من حالات تسمم فضلا عن النقص الحاد في مياه الشرب والكهرباء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين درجة مئوية مطالبين النظر في معاناتهم وإرجاعهم لمناطقهم نرجع المساعدة من المنظمات يعني من الخيرين نحن يقول بها المخيم لا يرد لبيوتنا يا راتي راجعونا لبيوتنا نحن قاعدين بها السموم وهالحرارة هاي اشتلت الأطفال والله يعني اللوجية الظهر ما مد نتيجي النهار المواد تأخذها ملتمنات حليبات معجونات هذا نأخذها أنه رحم ونحن الآن بضيما تقول تلانير ما معلوقة جبوانة هاي الأخيرات افرحنا لأساس جابونا التمنات شو قالوا معفونا وخذوها دائرة الهجرة والمهجرين في الأنبار نفت تلك الأحداث واعتبرتها تشهيرا بها من قبل الحكومة المحلية في الخالدية والحبانية وأكدت حصولها على كتب رسمية من قبل وزارة الصحة تؤكد سلامة المواد الغذائية الموزعة في مخيمات نازحية الأنبار كاشفة عن رفع دعوة قضائية بحق المسؤولين في حكومة الحبانية والخالدية ممن شهر بها موجود عندي تقرير فحص من قبل وزارة الصحة في محاوضة الأنبار دار الصحة الأنبار يثبت نتيجة أن المواد صالحة للاستهلاك البشري وزارة هجم مهجرين تقوم برفع دعوة قضائية ضد الحكومة المحلية في قضاءة الخالدية بسبب التشهير من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة